طيب لكنها كانت فترة بكل تأكيد صعبة وزي ما حدك ذكرت شعارات بيستخدموا هذه الشعارات يعني نتذكر قبل ما يوصلوا للحكم الإسلام هو الحل بعد كده ما بقاش فيه شعار الإسلام هو الحل رغم أن ده برضو شعار محطوط لي بعض الناس تنخدع فيه إزاي نخدع بعض فئات الشعب المصري وراء هذه الشعارات المزيفة ودلوقتي حالة الوعي الموجودة في الشارع المصري بصت الإخوان تنظيم صعب يعني تنظيم هم أولاً خلونا نعترف هو بيقدر ينجح كان بيقدر ينجح في الانتخابات وأنا كاتب ده قبل يناير يعني قبل يناير بكتير وأزعم أن كتبت حتى على السلم الإيراني أنك هتطلع السلم بالديمقراطية وبعد ده قبل يناير قبل يناير بكتير بعد ما تطلع السلم هتروح رمي في السلم وطبعاً لك إحنا وصلنا بالديمقراطية بس ما فيش دمقراطية بعد كده وده اللي حصل فالإخوان كان عندهم كدرة رهيبة على التغلغل داخل وجدان الشعب المصري زي ما حركت قلت بالدين طول الوقت يقدم نفسه النور الراجل المتدير إنت لو حركت تفتكر أن كل المظاهرات اللي طلعت وقضى الإخوان في مصر في الفترة ممكن من الثمانينات لحد ممكن 2011 كانوا بيحراءوا العالم الأمريكي والعالم الإسرائيلي في كل مظاهرة أول ما وصل رئيسهم للحكم كان بيكتبوا عزيزي بريز وبيتعاملوا مع الأمريكان وكان مرسي يطلعوا لك أنا كنت بتفرك على صباح الخير يا مصر أو صباح الخير جاود مونج أمريكا يعني برنامج اللي زي يكون مطابق في أمريكا وحساسك يعني أنه إيه طلع لا لا أنه يعني كان الراجل الثقافة الأمريكية بنسبة لهم يعني ناس فكان حاجة غريبة جدا أنهما بيستخدموا الدين هما الإخوان عندهم كذا حاجة حتى دايما أنا كنت راهن في الانتخابات البرلمانية 2015 و2020 هما مش ننجحوا لكذا سبب السبب الأول كان بعض الناس خايفة أنهما يبقى ليهم تواجه السبب الأول أن الإخوان كانوا بيستخدموا الدين الإسلام شعار الإسلام هو الحل فإذا ما وصلوا للسلطة إحنا مرسي قاعد سنة ما بناش جامع بالمناسبة أنا عشان ناس بس ما حدش يتكلم ما شفناش مثلا وده برضو مكوال أنا كنت أكتبوا الرئيس غير الزاهد شفناش الراجل الزاهد في حاجة أو بتاع بالعكس شفنا نمازج للإفترة أنا ما شف مظهر الأكل في الأسرئيسي كان عاملت زي كل حاجة عملها كما يجب أن تتموا أكتر كمان يعني أسمع لما كانوا بيروحوا يسافروا براء أوروبا يقولوا كان عندهم عودة نقص برضو فين الفندو اللي كان بينزل فيه الرئيس مبارك يقولوا مثلا طب إحنا ننزل فيه طب غالي لأ إحنا كده فأول حاجة الدين فإذا ما وصلوا للسلطة الناس يتشوفونهم غير بقى موضوع الكذب غير موضوع القتل يعني عملوا كل حاجة ضد الدين السنة دي كانت كشفة بالنسبة للأسر الأمر الثاني اللي كان بينجح الإخوان من وجهة نظري هو تقديم نفسهم كفصيل مظلوم على مدى أكتر من 80 سنة ومضطهد وغير ذلك لما وصلوا للحكم الافتراء كما يجب أن يكون يعني النموذج الافتراء كما يجب أن يكون ده النموذج الثاني والمصريين بطبعهم بيتعاطفوا المظلومين وهم عرفوا يسوقوا هذا ويتجروا به على مدى سنين بشكل كبير الأمر الثالث من وجهة نظري أن الإخوان كان عندهم قدر من الجماعيات والخدمات اللي بقدروا يقدموها للناس اللي الدولة غابت فيها فيقدم بقى مستوصف يقدم دروس يقدم سكر ورز وزيت وبتاع فده برضو اتمنع بعد كده الأمر الأولاني خلينا أقول في الدين لازم برضو دايما أنا أحب حيي الدكتور مختار جمعة وزير رواقاف لأنه لو ما سيطرش على المساجد والزوايا خلي بالك إحنا كان عندنا خطاب في كل الصحف ضد الإخوان لكن هم يجوا في الزوايا يوم الجمعة والمساجد في الخطبة يستخدمها في السياسة يقسروا كل لتألف التلفزيونات فلما تمت السيطرة وإن المساجد أصبحت للدين فقط وليس لتنظيم سياسي أو غير ذلك بجهد وزارة الأواف فهم فقدوا الكثير زي أنا أقول لك الأمر اللي بعد كده كان عندهم إلى حد ما تنظيم قوي تنظيم سياسي تنظيمي قوي يعني عندهم كوادر في كل حتة بتتغطي مرغم أن عددهم قليل يعني أنا مختلف مع الناس اللي بتتكلم على شعبية الإخوان الإخوان يا جماعة في النهاية لما نزل مرسي في الانتخابات 2000 و12 في الانتخابات الأولى أخذت 5 مليون صوت ده أقصى قوة للإخوان يعني أقصى قوة ومنهم كمان ناس مش من الإخوان لكن متعطفين متعطفين وناس يعني فده كان أقصى لكن هم في وقت قدروا أنهم يتحكوا على الطيار المدني قدروا يستخدموا الطيار المدني والنغبة اللي ألسه كنت بمقال عن الجماعة الخائنة والنغبة الخائبة النغبة اللي عادت تصدر الإخوان أنه هو فصيل سياسي وأنهم كويسين وأنهم هنديهم فرصة وما أروا جرائمهم في الخمسينات والستينات وغرائمهم حتى في الدول الثانية ما فيش وطن ما فيش دولة الإخوان فيها وعمرت شوف نموذج حركة تونس شوف نموذج لبيا شوف نموذج سوريا فيش دولة الإخوان فيها والدولة عمرت دايما هم شوكة في ظهر الوطن لأنهم عندهم أجنتة مختلفة تماما فكل ده حصل الناس استوعبت في سنة الحمد لله يعني من كرم ربنا علينا الناس في سنة شافت كل الفيلم اللي الناس عملت يعملوا بالها عشرات السنين شافيته في سنة مختلف تماما فعشان كده الشعب المصري قرر بإرادة وشوفنا الموجة يعني الكبيرة اللي حصلت من الناس من كده أكبر نزول من كده في تاريخ مصر الملايين